مدينة جوز بيضة تحتفل بعيد الحرية والديمقراطية بحضور حاكم إقليم سيلا ورمضان إردبو وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقديدين بالمنطقة مدينة عاصمة ساحل العاج أبي تجان تشهد انعقاد قمة البرلمان الأفريقي الأوروبي ومطالبة المشاركون من أجل مكافحة فجرة الشباب الأفريقي نحو الغرب المجلس العلى للشؤون الإسلامية ينظم احتفال الشعب الكبير الجامع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الدورة العاشرة بحضور جمع من العلماء ورؤساء المجالس الفرعية السابع مساء بطوقيط العاصمة أنجمينة يسعدني أصطحبكم في عرض لنشرة رئيسية لهذا المساء أهلا وسهلا بكم نبدأ النشرة من مدينة جوزبيضة حاضرة إقليم سيلا حيث احتفل سكان مدينة جوزبيضة بعيد الحرية والديمقراطية بحضور حاكم الإقليم رمضان إردبو وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليدين بالمنطقة محمود موسى الفيل وتفاصيل هذه الاحتفال بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الحرية والديمقراطية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ احتفل سكان إقليم سيلا بمدينة جوزبيضة حاضرة الإقليم وسط عدد كبير من السلطات العسكرية والإدارية والتقليدية فضلا عن مواطني مدينة جوزبيضة والقرى المجاورة لها بحضور حاكم الإقليم رمضان إردبو بدأ الحفل بوضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول تقديرا وعرفانا للجهود والتضحيات التي ضحى بها الجنود البواسل في جلب الحرية والديمقراطية عقب ذلك قدم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال الأمين العام للإقليم مامادو جانا بوكر الذي قدم شكره باسم اللجنة المنظمة لكل الذين حضروا وساهموا من أجل إنجاه هذا الحدث التاريخي الأمين العام للمجلس الإقليم للحركة الوطنية للإنقاذ معتصم محمد الذي أشار إلى أهمية هذا الحفل مؤكدا بأن مناضلية الحركة الوطنية للإنقاذ مساندين للرئيس المؤسس للحركة إدريس ديبي إتنو في تحقيق مشواره السياسي لمواصلة البرامج التنموية في المجتمع الكلمة الختامية كانت لحاكم الإقليم رمضان إردبو الذي ذكر إنجازات الرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة والمتمثلة في البنية التحدية في جميع القطاعات بالبلاد داعينا المواطنين مساندة مؤسس الحركة لإكمال المشاريع التنموية الهادفة واختتم الحفل بعروض مختلفة من قبل الشرطة الوطنية والدرك الوطني وقوات الدفاع والأمن وعدد من المؤسسات التعليمية المختلفة بالمنطقة فضلا عن الأحزاب المتحالفة مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ومن جوز بيضا إلى شريبا جرمي واحتفال بعيد الحرية والديمقراطية بحضور حاكم الإقليم عبدالله هارون قرج سكان مدينة ماسينيا رجالا ونساعا شبابا وشبا للمشاركة في احتفالات الزكر السابع والشرين لعيد الحرية والديمقراطية والتي جاء بها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في عام 1990 بقيادة معسس الحركة الوطنية للإنقاذ الذي انتصر للنظام الديكتاتوري الذي كان بقيادة حسين حبره الذي كان يحكم البلاد بيد من حديد بدأت المناسبة بكلمة اللجنة التنظيمية قدمها سماين إساق بريمي والذي شكر فيها سكان مدينة ماسينيا على خروجهم الكثيف وتلبيتهم الدعوة كما أسنع على أعضاء اللجنة التنظيمية على نجاح الحفل التارقي أعقبه في الحديث حاكم إقليم شاري باقرمي الذي حنى فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ والشعب الشادي عامة وسكان مدينة ماسينيا خاصة بهذه الذكرة التي شهدت فيها البلاد أنفاز الحرية والديمقراطية وتعددية الأحزاب السياسية المختلفة فضلا عن حرية الرأي كما تداقل المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاري باقرمي أبكر بشار عمر بالشكر الجزيل على سكان مدينة ماسينيا بحفوة الاستقبال وكرم الضيافة أما سلطان شاري باقرمي بن أجي ولي محمد ناشد سكان الوقوف خلف الرئيس الجمهورية لتشهد البلاد المزيد من التقدم والازدحار في كافة الأصئدة الاجتماعية والسياسية كما شهدت المناسبة أرض عسكري شاركت فيه الوهدات العسكرية والمدنية إلى جانب تلاميذ المدارس الابتدائية ولعيد عدية ساحة الاستقلال بإقليم حجر لميس أيضا شهدت الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية التفاصيل لدى حسن مكوي شهدت ساحة الاستقلال لمدينة بوكورو احتفالات عيد الحرية والديمقراطية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام وذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين والمدنيين وعدد كبير من سكان المنطقة حيث بدأ الحفل بتحية الجيش ورفع العلم الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة الدبابة عبدالله أب بكر إخيبش في كلمته قدم برقية مساندة باسم سكان المنطقة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو واستنكروا بشدة الإدعاء الكاذب من قبل نائبة وزير العدل الأمريكي من جانبه رئيس اللجنة المنظمة للحفل عمدة البلدية أحمد حسن أحمد ديناع شكر الحضور المشرف لهذه المناسبة أما محافظ محافظة الدبابة ديرو توكي فقد تحدث عن تاريخ الديمقراطية والحرية التي جاء بها الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو هذا وفي نهاية الحفل قدمت عروض مختلفة من قبل مختلف الوحدات العسكرية كالدركة الوطنية والشرطة الوطنية وقوات البدو والرحل إضافة إلى رجال البلدية فضلا عن تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة والأحزاب المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ وجمعيات المجتمع المدني وأصحاب المهان المختلفة كان هذا تقرير الزميلة فاطمة داود الحمر واحتفال إقليم حجر لميس بعيد الحرية والديمقراطية احتفل سكان مدينة دوبا حاضرة إقليم لقون الشرقي بعيد الحرية والديمقراطية منذ الصباح الباكر احتشد سكان مدينة دوبا حاضرة إقليم لقون الشرقي بميدان الأمة للاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين ليوم الحرية والديمقراطية ابتدأ الحفل رسميا بوصول حاكم إقليم لقون الشرقي آدم نوكي شرف الدين إلى الميدان لترأس هذه المناسبة ومروره بطابور الشرف والقوات العسكرية ليقوم بعد ذلك بوضع إقليل من الزهور على قبر الجندي المجهول إكراما وتقديرا لتلك التضحيات التي قام بها الجنود من أجل الوطن حاكم إقليم لقون الشرقي آدم نوكي شرف الدين في قطابه بهذه المناسبة تطرق إلى الإنجازات التي شهدتها البلاد طوال السبع والعشرين عام للحزب الحاكم حزب الحركة الوطنية للإنقذ في التعليم والبنية التحتية والصحة وغيرها من المجالات مضيفا إلى أن حزب الحركة الوطنية للإنقذ منذ وصوله بالديمقراطية وحتى اليوم يسعى لتثبيت قواعد الديمقراطية والتنمية والسلام في شتى الأراضي الوطنية واختتم الحفل بأرض عسكري شاركت فيه كل الوحدات العسكرية الأمينة العامة لإقليم كانم أيضا ترأس الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية وسط حضور عدد كبير من سكان المدينة آدم حنفي ديمقراطية وحرية دامت بها البلاد سبعة وعشرون عاما من الزمن هذا ما دفع مسؤولي كانم لتنظيم هذه المناسبة التي تصادف الأول من ديسمبر لكل عام من مجيء الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو كي ينقذ البلاد من النظام الدكتاتوري السابق وذلك من أجل تعزيز النضال الشعبي من خلف مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ حيث شهدت المناسبة كلمات عديدة من قبل المنظمي هذه المناسبة الأمين العام بإقليم كانم أبكر الحاج عبد الكريم قدم شكره لجميع السكان وخاصة مناضل الحركة الوطنية للإنقاذ طالبا منهم الوقوف دوما من خلف رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو الذي بزل جهدا عاليا كي تعيش البلاد ديمقراطيتها من أجل اكتمال مشواره التنموي الرمي إلى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد وفي نهاية المناسبة قام كل من الأمين العام وصحبته بوطء الزهور للجند المفقود بإقليم كانم وبالعودة إلى العاصمة أن جمينا احتفل مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة السامنة بعيد الحرية والديمقراطية التفاصيل لدى خليل حسن مناضل ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة السامنة لم يكتفوا فقط بمتابعة احتفالات ذكرى السابع والعشرين لعيد الحرية والديمقراطية بل شاركوا مع إخوانهم المناضلين بأمسية احتفالية جمعت عدد من مناضلي الدائرة وقد شهدت هذه الاحتفالية العديد من الكلمات التضامنية مع الرئيس المؤسس للحزب مؤكدين خلالها مساندته في كل خطوة يخطوها لتنمية وتطور المنطقة كل مناسبات أنتوا وقفين في كل التحركات هنا الأمباس أنتوا وقفين وده الشيء خلأ أيام دائرة الثامنة بيقى مخار رسمي عن الحركة الوطنية للإنقاذ في تشار وفي أثمنا عندنا هزاوة قد قدمت كلمة تشجيعية لصاحب الفخامة لمواصلة كفاحه ضد الجماعات المتطرفة بوكو حرام مستنكرين خلالها التهم الموجهة إليه من قبل نائب وزير العدل الأمريكي وقد تويج هذا الاحتفال بأغاني ورقصات متنوعة كما وصلتنا برقية تهنئة بمناسبة عيد الحرية والديمقراطية السابع والعشرين يتقدم رئيس مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بجدة وممثل سلطان انجمينة جدة محمد جبريل وكل المناظرين يتقدمون بالتهاني لفخامة رئيس الجمهورية دريس ساديبي إدنو والشعب الشادي بدوام الصحة والعافية والتقدم ترجمة نانسي قنقر